تعرف الأجواء خاصة معسكر إسبانيا أنه هي الأجواء أنه تعطيك التركيز وتعطي لللاعب أنه التركيز وأجواء مثالية كانت أكيد أنه أنا أكون متواجد أول مرة مع المدرب شخصيا أنه أشكر المدرب وأشكر الكادر التدريبي وأشكر أخوان اللاعبين اللي يساعدوني بالملعب بعد الأصابة اللي طولت ويايه فترة طويلة أنه أكون أول مرة متواجد مع المنتخب الوطني أكيد هذا يطيني دافع معنوي كبير أنا قاعد فترة طويلة أنه ما متواجد مع المنتخب الوطني بس أنه هاي الفترة بعد ما رجعت من الأصابة جيت مع المنتخب الوطني أكيد تعطيني دافع المعنوي الكبير وتعطيني الثقة أنه أنا أكون متواجد مع المنتخب والحمد لله أنه أنا جاهزة هسه أنه بعد ما دخلت مع الفريق ودخلت بالوحدات التدريبية بقت بس المباريات التجربية أنه أكون أخوضها بأقرب وقت إن شاء الله يعني صراحة أنه أنا شوف أنه أكو موجود الحماس بالفريق عند أخوان اللاعبين الروح القتالية اللي موجودة عند اللاعبين الإصرار العزيمة كل اللاعب أنه متواجد مع المنتخب الوطني أعطينا دافع أنه ندخل بطولة آسيا كمنافسين يعني على البطولة وإن شاء الله للحلم الكيس العالم إن شاء الله وأكثر من مركز أنه أنت تشوف أكثر من لاعب فهذا ينطي الدافع لللاعب أنه يكون عنصر مهم بالفريق لذلك أنه تكون المنافسة موجودة وتعرف يعني أكثر من لاعب أنه اللاعبين الشباب اللاعبين المحترفين اللاعبين الخبرة أنه كلهم متواجدين مع المنتخب الوطني يعطيك الدافع المعنى أنه أنت راح تدخل بطولة آسيا كمنافس قوي وإن شاء الله للصعود للكيس العالم